تحيي مصر اليوم جنبا إلى جنب مع منظمة الأمم المتحدة يوم السلام العالمية لتطالب من خلاله بالطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته لإنهاء الحروب الجارية وتعزيز عمليات السلام ما للأزمة طبقا لقواعد القانون الدولي القائمة وتفعيلا لمبادئ ومقاصد المنظمات العالمية وبتلك المناسبة تتعهد مصر مجددا بمواصلة إسهامها الريادي في تحقيق تلك المقاصد الأممية على مختلف الأصعدة إيمانا منها بأهدافها النبيلة واطلعا من جانبها بمسؤولياتها الأصيلة وتذكر مصر بمبادرتها إقليميا إذ كانت أول من فتح الباب أمام عملية السلام في الشرق الأوسط بأكمله الذي يتحقق بتلبية حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وسائر حقوقه الوطنية غير القابلة للتصرف وذلك من خلال إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية هذا ولا تزال مصر تقوم بدورها الريادي لتحقيق السلام المنشود من خلال إسهامها الأصيل في الوساطة لإنهاء العضواني على غزة إذا تشدد مصر مجددا على الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة وإنفاذ المساعدة الإنسانية كاملة وإعادة الأعمار الفوري وتحقيق التسوية الشاملة بإحلال السلام الشامل والعادل في الشرق الأوسط اشتركوا في القناة